اشتركوا في القناة في قوات الجيش الوطني الشعبي التي عدت لهم التحية الشرفية وهذا قد يصافح الفريق اول وليام رام كبار الذباط الالوية والعمدة بوزارة الدفاع الوطني وعركان الجيش الوطني الشعبي الذين كانوا في استقبالها لتنطلق بعض ذلك المحالثات الثلائية حيث تطرق خلالها الطرفان الى جنة من القضايا ذات الاهتمام المشترك وهذا قبل جلسة العمل التي توسعت لوفدي البلدين حيث شملت ضباطا برتبة لواء وعميد بوزارة الدفاع الوطني وعركان الجيش الوطني الشعبي وعضاء الوفد الأمريكي وصفير الولايات المتحدة لدى الجزائر وفي الأخير تبدل الطرفان هدايا رمزية وهذا قبل أن يوقع قائد القوات الأمريكية لأفريقيا أفريكم الفريق أولوان وليام موب على سجل الذهبي لقيادة أركان الجيش الوطني الشعبي حيث تلقى شروحات حول تاريخ وبدوئات الشعب الجزائري وأهم مراحل تاريخ الجزائر بوقع بعضها على سجل الذهبي بالمتحف ويتلقى هدايا رمزية ويتلقى هدايا رمزية